بصراحة اللي بيعمله الكابتن عصام فتاح غريب جدا غريب جدا وحاجة الواحد مش عارف يستوعبها او مش قادر يستوعبها الراجل تصرحته مبارح انا ما تبعتهاش على الهوى بس جبت اليوتيوب وسمعتها وانا جاي في السكة عشان ايه اعرف الراجل قال ايه بالزبط عشان نقف عنده كل نقطة وبالمناسبة الاحترام والتقدير كامل للكابتن عصام فتاح رئيس لانجلس الحكام في اتحاد المنصر احترام كامل لشخصه تمام احنا بنتكلم جانب مهني وشغل لازم اؤكد على الجزئية دي لكن هل في حد في الشعب المصري كله كله كده اي حد ماشي في الشارع بما فيهم اصدقائنا وحبابنا الزمالكوية قبل اي جمهور لأي نادي تاني بما فيهم الزمالكوية اول ناس لو انت ماشي كده بشكل تلقائي ولقيت واحد ماشي جنبك في الشارع وسألت قلت له بعد اذنك سؤال بس ضربة الجزاء بتاعت سيراميكا اللي ما تحسبتش في اخر ديئة قدام الزمالك صحيحة ولا غير صحيحة كان لازم تتحسب ولا لأ حيقول لك انت بتأذر طبعا ضربة الجزاء احنا مش عارفين ازاي الحكة ما حسبهاش اي حد في الشعب كله بلاش شعب مصري كله اسأل اي حد في الدنيا كده ابعت لأي حد على السوشيال ميديا قوله سيراميكا يستحق ضربة الجزاء قدام الزمالكوية ولا لأ حيقول لك ما شفتاش اعرض له اللقط وره هاله وبعته له حيقول لك طبعا ضربة الجزاء هي ما تحسبتش هتقول له ما تحسبتش هيتحك بس مافيش حد في الكون يقدر قوله دي مش ضربة الجزاء بما فيه منزب الكوية قبل الاهلوية منطفقين منطفقين لكن الكابتن عظام على الفتاح مستمر في معاجة الخطأ بخطأ اكبر منه اللي هو نعمل ايه انا اطلع دافع دفاع مستميت انا مليش دعوة انا مليش دعوة هو غلط لا ما غلطش هو صح الاسخن بقى كم من كده ايه قالك انا بعت اللقطة دي لخبير في الاتحاد الدولي علشان يول رأي وقال انها لا تستحق ضرب الجزاء انا نفس اعرف نفس اعرف مين هو الخبير في الاتحاد الدولي ده ولو اتحاد الدولي كده وعضاء عرفوا ان الخبير ده قال على كل دي مش ضرب الجزاء بالمناسبة والله يا جماعة الموضوع لليه على رقب اهلي او زمالي لو قصة مثلا متتعلق بمطش المحلة مع مصري او اسماعيلي مع اي حد هنتكلم في الجزئية دي هنتكلم على اخطاء تحكمية فجة غير طبيعية ما تقوليش امكانيات الحكام اوكي ممكن تكون على قده لكن هجاب لهم والله الفار جاب لهم الشاشة الفار ده عارفينه عشان يرجع يبص عارف لو ما كانش فيه فار هنقول يبقى خطأ تقدير من الحكم ده حتى الحكم مرجعش للفار ماكلفش خطره في لقطة حتى تستحق يا سيد لو انت شايفها ان يا مش دور الجزئ تستحق انك ترجع للفار تشوفها وتيجي واخد قرارك بس على القل نفذ او استخدم التقنية استخدم بس التقنية فحاجة غريبة جدا مين بقى هو الخبير التحكم احنا عايزين نعرفه مين الخبير الفتحاد الدولي ده طب طالما انت بتروح لخبير الفتحاد الدولي طب انت حضرتك ايه يعني كابتل عصام مش حضرتك مفرود حاكم دولي كبير عندك خبرات كبيرة تقدر تحكم الكرة دي دار بالجزاء او مش دار بالجزاء مش محتاج خالص انك تروح لخبير وما تدور حضرتك ايه يا كابتن يعني تدور حضرتك ايه في الجزئية دي انا كمان مش عاجبني في تصريحاته ان يقولك ايه الناس اللي بتطالب بلجنة حكام اجنبية ده ضد الدولة دولة يا كابتل عصام يا كابتل عصام ايه انت بتقوله ده ده كل مداخلة اي حد معترض معاه في وجهة النظر يقولك ده ضد الدولة دولة ايه ده احنا الدولة دي اهم حاجة بالنسبة لنا كلنا فوق اي حاجة فانت بتودينا سكة تانية ليه احنا بنتكلم في كورة يا كابتل احنا بنتكلم في اخطاء تحكمية فحاجة غريبة جدا فانت بتعالج الخطأ بخطأ انا لو ما كانوا او اي حد في الدنيا ما كانوا هتطلع يقول يا جماعة بصراحة الرجل غلط في الجزاء دي طبع ما هتطلع تتكلم وهو كل شيء يقول انا مكنتش ناوة اتكلم بس حتكلم طب ما تاخد كورة ما تفضل تتكلم زي ما حرارك بتتكلم يا ما تتكلمش فدي امور غريبة جدا والمشكلة الاكبر قالك انا بقول بصوت عالي الكورة مش ضرب الجزاء بصوت عالي بثقة طب ازاي ازاي كورة دي مش ضرب الجزاء فحاجة من ضمن الحاجات الغريبة اول اللي بيعملها الكابتل نصف فتاح النقطة الاهمة في تصرحاته كويسة ان انا افتكرتها كل شوية قولك خلال المدخلة التلفزيونية قالك انا شغال متطوع انا شغال بدون مقابل كل شوية كل شوية لا يا كابتل لو مش عاجبك الشغل المتطوع خلال ما تشتغلش يا كابتل سيب المنصب ويمشي ما عليش يا كابتل نحرك مش بتجب علينا يعني انت مش بتجب عليك الكورة المصرية يا كابتل انت مفروض بتخدم الكورة المصرية لما تيجي تخدمها يخدمها صح لما تيجي تخدمها اقول تصرحات متزنة تصرحات معقولة نقدر نفهمها نقدر نقتنع بيها تكون منطقية لكن مش كل شوية تيجي تقول لي ايه انا بشتغل متطوع انا ما بخدش جنيه من اي حاجة انا بعملش لا يا كابتل لو حرجتك وده حقك وده حقك كل الحق ما فيش حد بشتغلش من غير فلوس او ما فيش حد بشتغل من غير فلوس لا اطلب فلوس او شوف شغلانة تانية تاخد منها فلوس لكن مش كل شوية حضرتك هتقول للمنظومة الرياضية الكروية في مصر انا يا جماعة بشتغل متطوع لا حضرتك مش بتجب على الكورة المصرية مش بتجب على حد يا كابتل فدي حاجة غريبة جدا حاجة غريبة جدا جدا تصرحات بصراحة اول ما الواحد سمحها قاعد يتحك مش انا بس كلكم مش كجانب ترياءة على الكابتل عصر الفتاح حاشة لله طبعا لا طبعا لا راجل ليه كل الاحترام والتقدير لكن عشان هي تصرحات مضحكة هي تصرحات لا تفهم تصرحات غريبة تصرحات بتكا طبعا انا اقول لك على حاجة معلش تستحملوا شوية في الملف ده لان بص التحكيم احنا من السنة الفاتحة تقبلنا سنتين ثلاثة بنتكلم في مشاكل التحكيم مفيش اتطراجبنا الفار غيرنا لجان حكام وقلت لحركة مقبل كده ان اللجنة اه ممكن الرئيس بتاعها تغيري لكن اللجنة هي هي فاكرين كلامنا اللي قلناه من السبعين اللجنة هي هي اللي موجود كابتن وجيه احمد كابتن عزب حجاك هم هم الناس اللي كانوا اصلا موجودين وبيديروا اللجنة الحكام السفر هم اللي بيعينوا لحد دلوقتي مش كابتن عنصان فاتح احنا بعيد تاني وبأكد على معلومة مؤكدة انا بقولها لحضراتكم فاحنا عملينا حاول الدنيا تتزبط في الجانب التحكيمي في مصر بس ان فيش حاجة تتزبط فانا دلوقتي كحاكم بقى الجزئية دي انا دلوقتي كحاكم بسمع رئيس لجنة الحكام بتاعي بيدافع عني طول الخط حتى لو انا غلطار خلاص بقى الشريط ماغي بقى هنزل الحكم ما هو فيه اللي بيدافع عني هاخد اي قرار من غير ما حتى افكر او من غير ما راجع الفقر ما هو فيه اللي بيدافع عني فيه اللي بيسقف لي على كل حاجة بعملها صحة او غلط لو صح كلنا نسقف له لكن لو غلط نقول اخطأ عشان غيره يتعلم وعشان هم يتعلم وعشان نتفدأ الاخطاء التحكمية في الكرة المصرية هيبقى فيه اخطاء بس مش بالشكل ده يا جماعة حتى في ظل وجود الفار فانا مش عارف مش عارفي حل ايه مع كابتن عصاب فتاح انا بطلب من كابتن عصاب فتاح بعد اذنك ترمى حضرتك في المداخلة قلت ان انا بفكر امشي بعد اذنك يا كابتن ياريت ياريت لو حضرتك مش قادر لو حضرتك مش قادر تطور وتشتغل صح كرئيس لاجنة الحكام بعد اذنك خلاص اعتذر بدل ما كل شوية انا شغال متطوع انا شغال مش عارفيه وكلام مندي فنتمنى من كابتن عصاب فتاح يرجع اموره كده ويراجع تصرحاته ويفكر في تصرحاته قبل ما يقولها ويفصل ما بين كل شيء والاخر عشان بيتم اقحام كده حاجات في بعض وديني بتبقى عاملة كده وديني بتبقى غلط وخالص بالتصرحات الكابتن عصاب فتاح مباري هنروح لفاصل سريع بعد فاصل تعالوا نكمل اخبار الاهلي في السوشيال ميديا وبعض الكتابات الاسبار